حياكم الله مشاهدين في حلقة يديدة من برنامج أجمل بداية ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج أن نقدم لكم أفضل النصائح وأفضل أطروحات اللي تناسب شبابنا وتناسب مشاهديننا وأفراد المجتمع الكويتي في رفع مستوى الإيجابية ومستوى الثقافة ومستوى الطموح لديهم في أعمالهم وفي شؤون حياتهم وبحكم اختصاصنا في مجال ريادة الأعمال والرخصة الدولية لريادة الأعمال ودائما نحن نركز على السمات الإبداعية للشخصية والسمات الريادية والسلوكيات اللي تؤهل الإنسان إلى بلوغ مراحل متقدمة من الإنجاز والنجاح وما هي السمات الجيدة اللي تساهم في تحقيق الإنسان لأهدافه وغاياته في الحياة وما هي السمات الأخرى اللي ممكن تعرق التقدمه أو تفوقه في الحياة واكتشف الكثيرين من المختصين في المجالات المتنوعة سواء المهنية والتجارية أو حتى في علم الاجتماع أن السلوكيات البشرية هي مؤثر قوي على نتائج حياة الإنسان ومستقبله فإذا كان لدى الإنسان طموحات جميلة وأفكار جميلة ولكن عنده عادات أو سلوكيات لا تساهم في دعم موقف هذا النجاح أو هذا الطموح فبالتالي يمكن ما يحقق نسبة كبيرة من هذا الطموح أو يمكن ما يحققها كليا والعكس صحيح أحيانا يكون لدى بعض الأشخاص طموحات بسيطة بس بسبب جودة سلوكياتهم وجودة أفكارهم ومشاعرهم وحتى حالتهم الإيجابية وسلوكياتهم المتبعة مع الآخرين فبالتالي تكون حضوظهم في تحقيق نتائج أعلى من غيرهم في الحياة وفي طموحاتهم الخاصة اليوم سنتكلم عن موضوع يمكن الكثيرين تحدثوا عنه وتطرقوا له وهو موضوع أو عنوان الانطباع الأول أو ما هي أهمية الانطباع الأول أو مثل ما يعرف بالانجليزي the first impression الانطباع الأول هو مسألة خاصة فيها الكثيرين وتحدثوا عن أبعادها المتنوعة وجوانبها الكثيرة ولقوا أن هناك أهمية قصوى للاهتمام في هذا الجانب قال بعض المتحدثين أو المختصين أن first impression is last أو الانطباع الأول قد يكون الأخير يعني شوفوا من أهمية هذا الموضوع أو من شدة أهميته وأثرة على نتائج حياتنا أن البعض قال أن الانطباع الأول قد يكون الأخير يمكن أن نلتقي في شخص سواء في الحياة الاجتماعية سواء في دوانية سواء في حمل أو يمكن حتى في الأماكن العامة والمرافق العامة في الكويت هذا الإنسان إذا التقيت فيه ممكن يكون فيه موقف يصير بيني وبينه هذا الموقف رح يترك انطباع عن هذا الإنسان ممكن يكون انطباع سيء وممكن يكون انطباع جيد حسب سلوكياته في هذا الموقف يمكن هو يبادرني في بعض السلوكيات السلبية بس يمكن يكون هذا أطيب وأكثر أنسان خلوق بس مرفي ظروف ما ساعدت على أنه يترك انطباع جيد في هذا الموقف. والعكس صحيح ممكن إنسان يوفق في أن يترك انطباع جيد أو يخليني أحبه في هذا اللقاء الأول. بس يمكن هو في الواقع ما هو ذاك الشخص اللي يعني كثير جيد في تعاملاته مع الآخرين أو طيب في سلوكياته مع الآخرين ما تلاحظون في أشخاص مرات يقولون فلان أنا من شفته وقايد حبيته. وقايد ارتحت له ولا حسيت أني أنا أريد عامل معه على طول فأي شخص آخر يقول فلان أكيد يكون يعني شاك في قرار هذا الشخص أو مدى إعجابة في هذا الشخص. والعكس صحيح يمكن يقول فلان سيء جدا لما شفته بادرني فيه كذا أو قال لي كذا أو سوى كذا يقول له فلان أكيد بالحكس هذا أطيب منه ما فيه. ولا يعني من معرفتي القديمة فيه ما في مثلا أكثر منه تواضع أو يعني مسامحة أو خلق أو غير من الأمور. هذه المفارقة هي مسألة حساسة جدا. ليش؟ لأن هذا الإنسان لما قابل شخص في الثواني الأولى أو في الانطباع الأول شاف منه بعض السلوكيات اللي قيمة في المقابل أو في مقابلها كليا يعني أنا شفت شخص شفت منه يمكن سلوك هذا السلوك هذا يوازي موقف معين أو أسبابه موقف معين أو حادثة معينة أو سبب في تواصلي معه بس هذا السلوك البسيط وهالثواني البسيطة خلتني أترك انطباع كلي عن هذا الشخص ليش؟ لأن نحن ندري في فطرتنا وفي طبيعتنا البشرية أن الإنسان يظهر معدنة ويظهر تربيته في مواقف حياته فإذا هو أحسن التعامل معي في موقف أنا من الطبيعي أترجم هذا الموقف أن هذا السلوكه وهذه تربيته وهذه طريقته في التعامل مع الناس لذلك اللي بنوصله الحين كأول مبدأ وأول نصيحة في هذه الحلقة أنه من المهم جدا على أي إنسان أنه يترك انطباع أولي جيد ليش؟ لأن أنا في لقائي الأول مع أي إنسان أو في وظيفة عمل أو مثلا في أيامي الأولى في بيت أو حتى اللي مقبلين على زواج أيامك الأولى في الزواج يسمونه شهر عسل ليش؟ لأن الواحد يظهر أفضل ما عنده هذا السلوك الطيب في اللحظات الأولى أو في الأيام الأولى أو في اللقاءات الأولى يترك أثر لمدة زمنية طويلة أو في نوع من الاستدامة نقوله والله الشخص هذا من شفته وهو طيب معي في أول لقاء فيصير مثل عندي انطباع شبه دائم عن هذا الإنسان أنه هو طيب وحسن الخلق أو مثلا تعاملاته جيدة أو خدوم أو غيرها من المبادئ الأخرى الجيدة فمن الذكاء على أي إنسان في لقاءه مع أي شخص في اللحظات الأولى أو في المرات الأولى أنه يظهر أفضل نسخة منه في ناس تقول هل أتصنع؟ هل أجامل؟ لا هو ليس الفكرة أن الواحد يتصنع أو يظهر شخصية غير شخصيته بس أنت عندك مستويات في سلوكك أو في أطباعك أو في تعاملاتك مع البشر مرات تكون في حالتك المزاجية مرات ما تكون مرات لك خلق تعطي مرات ما لك خلق بس إذا كان لقاءك الأول أحرص أنك تظهر أفضل نسخة طبعا إذا كانت عندك القدرة على إظهار هذا الشيء لأتي على نفسك فوق طاقتها بس إذا كانت الظروف مهية أنك تظهر أفضل ما عندك فكان بها أو يعني رح يكون الأمر طيب أنك تظهر أفضل نسخة من نفسك شنو أهمية أن الإنسان يظهر أفضل ما عنده في اللحظات الأولى؟ كثير من الفرص تأتي للإنسان من وراء الانطباعات الأولى يعني ممكن تكون لقاءات تجارية شخص يشوف شخص آخر أو مثلا تاجر كبير يشوف شاب أتاح للفرصة أن يقابل مرة وعادة هذه اللقاءات فعلا تحتاج إلى الاهتمام بالانطباع الأول لأنه يمكن اللقاءات ما تكرر خلاص أنا اليوم يعتني فرصة أن أنا قابل شخصية مهمة جدا فيمكنه ما يقابلني مرة ثانية أو ثالثة إذا ما شافت مني فعلا سلوكيات وأفكار وثقافة وشخصية تشجع لأنه يتعامل معي مرة ومرتين أو يقابلني مرة أو مرتين فإذا قابلت هذا الشخص أحرص أني أنا أظهر أفضل نسخة من شخصيتي وخلونا نفرق ما بين أني أظهر أفضل نسخة من شخصيتي وما بين أتصنع شخصية هي ما تناسبني ولا هي شخصيتي ليش؟ لأن إذا أنا تركت انطباع اكتشفوا الناس أني شخص مختلف في المستقبل فبالتالي رح يشكون في مصداقيتي ومدى صدقي أنا كإنسان في سلوكياتي وفي تعاملاتي مع البشر رح يحسون أن أنا إنسان مزيف أو أظهر شيء عكس حقيقتي في الشركات العالمية خصوصا مثلا الشركات الخدمية مثل خطوط الطيران أو أي شركة تقدم الخدمة للمتعاملين يدربون الموظفين على أمور دقيقة من بينها الابتسامة ونلاحظ أن نحن حتى نعرف مرات في المهن وفي العلوم المهنية أنه في شيء اسمه الابتسامة الصفرة اللي الواحد يجامل فيها العملاء أو المتعاملين معه حتى هذه الابتسامة الصفرة لازم يكون فيها جزء من المصداقية ما تكون كليا صفرة أو فيها نوع من المجاملة الكلية لازم يكون فيها جزء أنا ياي فيه على نفسي أو فيها نوع من المجاملة وجزء يكون صادق أن أنا فعلا ياي أخدم لأن لو هو شاف عندي ابتسامة ما في مقابلها أي اهتمام في الخدمة أو اهتمام في تلبية العميل فبالتالي رح يشعر أن أنا إنسان مزيف أو أظهر شيء مقابل شيء غير حقيقي كلنا ودنا نكون بأفضل صورة وكلنا ودنا تكون علاقتنا بالأشخاص الآخرين جيدة إذا اهتميتوا في الانطباع الأول وظهرتوا أفضل نسخة عندكم رح تتركوا انطباع جيد لدى الناس أنه رح حبونكم ويحبون يتعاملوا معكم في المستقبل وإحنا إن شاء الله نشوفكم في المستقبل في حلقة قادمة غدا بإذن الله موسيقى موسيقى موسيقى